اشتركوا في القناة ونقل سموه تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأسر الشهداء وأبنائهم بعيد الفطر المبارك وتمنيات جلالته لهم بالتوفيق والنجاح في مختلف مناحي الحياة كما هنأ سموه أبناء الشهداء بعيد الفطر داعيا المولى العلي القدير يسكن شهداء البحرين جنات الخلد وتحدث سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى عوائل وأبناء الشهداء بكلمات ملؤها الإشادة والوفاء بشهداء البحرين مستذكرا سموه محطات عدة ومواقف نبيل من تضحيات الشهداء وقال سموه لقد تربى أبناء البحرين منذ أمد طويل على العديد من القيم النبيلة والأخلاق العالية التي تعلموها في مدرسة الإسلام ومن أبرزها حماية الوطن والذود عن مقدراته وبث الأمن والأمان في المجتمع وتبع سموه إننا في كل موقف نقف إجلالا واحتراما لتضحيات رجال وأبناء البحرين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إعلاء راية الوطن وحفظ الاستقرار والسلام في مملكة البحرين من عبث العابثين والإرهابيين بالإضافة إلى استذكار تضحياتهم في اليمن ودعم الشرعية إلى جانب أشقائهم في التحالف العربي وخاطب سموه عوائل وأبناء الشهداء قائلا هنيئا لكم ونبارك لكم أن من الله عليكم بوجود شهيد من عائلتكم ضحى في سبيل بناء غد أفضل لكم وللبحرين وشعبها عبر حماية مقدراتها وإنجازاتها وهنيئا للشهداء الأبرار الذين أضحوا مدرسة في الإباء والتضحيات والإقدام وقال سموه لقد رفع الشهداء شعارا واحدا أثناء دفاعهم المستميط عن البحرين والأمة العربية إما النصر أو الشهادة فكانت لهم المرتبة العظيمة والاستشهاد وستفتح دماؤهم الزكية الطريقة أمام أبناء البحرين من منتسب قوة الدفاع ووزارة الداخلية للثبات على الموقف لدحر الإرهابيين لتحقيق النصر والانتصار وأكد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقد حثنا حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله على إعلاء قيم البحرين العليا وتقدير من ضحى في سبيل المملكة وهو الأمر الذي اتضح من خلال الالتفاف الشعبي الكبير حول شهداء البحرين وذويهم وعائلاتهم وأبنائهم تقديرا لتضحياتهم التي لا تقدر بثمن وعرفانا وامتنانا لما بذلوه في سبيل الوطن أن كل ما نقدمه للشهداء كونه محاولة منا للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل من الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم والوقوف إلى جانب عوائلهم وأضفها سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن أسر وأبناء الشهداء هم أبناء لكل مواطن في البحرين ويحظون بكل الإجلال والإكبار من قيادتهم وشعبهم الذين يقدرون عاليا تضحياتهم من أجل إعلاء راية الوطن نشكش سموه شيخ ناصر على هذه الفعالية وحنا مستنصين وايد وكل عام أنت بخير نحن مستنصين فعالية من الشيخ ناصر أحب أشكل سموه شيخ ناصر على اهتمامه بالأبناء الشهداء وطبعا هاي مو شيء جديد عليه لأن الفعاليات اللي السبغة كانوا وايد مستنصين من الفعالية والحمد لله مبين الفرحة من عيونهم اشتركوا في القناة